اشتركوا في القناة والجزء التاني من درس منتصر ومجاهد زي ما احنا عرفنا اخدنا احنا قصة الطيارين المصريين اللي حبوا يلحقوا خسائر بالعدو وحصلت لهم القصة دي في صحراء سينة طبعا احنا اخر حاجة وصلنا لها ان اصيبه وممتصر بغيبوبه اه نتيجة للمظهر للمشهد المؤسر اللي شايفه وفقلق نفسه في خيمة عند مجموعة من البدو ابتدوا انهم يسألوا ما كس عندهم وقعد عشر شهور وان احنا في العشر شهور دول كان بيرعى الغنم نهارا وكان بيبيت في خيمة ليلا ولكن كان في حالة نفسية سيئة لانه كان عايز يرجع لأهله طيب بعد ما قد العشر تيام طبعا هو كان كل لا فان هو يرجع لأهله والمكانه والعودته لأهله دخل علي الشيخ رغف يوم الايام وبيبتدي يقول له خلاص احنا بتدينا نجاهز لعودتك وجهزنا ترشيبات كلها لعودتك وان احنا نهربك وتوصل للضفة الاخرى من القران فبيبتدي منتصر بيسأل عنه التفاصيل بيقول له امتى حيكون ده فبيرد عليه الشيخ رغف بيقول له حيكون الكلام دوت بعد ثلاثة ايام فبيبتدي يسأله منتصر يقول له اشمعنا يعني بعد ثلاثة ايام قال له ثلاثة ايام علشان بيختفي القمر من السماء طبعا اختفاء القمر من السماء يعني الدنيا تبقى قليل جدا مايبقاش فيه اي مصدر للدوق في السحرى فطبعا احنا ده يعملوا كده او يختاروا التوقيت دوت علشان العدو مايقدرش ان هو يستدل عليه او يتعرف عليه لحظة هروبه وتهريبه للضفة الايام الاخرى طبعا بعد ما خلص ثلاثة ايام هيبتدي الشيخ راغب يدخل على منتصر الخيمة ويودع وضعا حرا ويقولوا يا ابني احنا يعز علينا فرائك وعليك ان انت تجاهز نفسك من دلوقتي عشان تسقر لنفسك والوطنك والصديقة وانا واثق عندكم انتو هتعود تاني او انك ستعود تاني علشان تطرد الاعداء من سينة طبعا بيستجيب منتصر لكلمة الشيخ راغب وبنشوف انها بتأثر فيه جدا حيث ان اغرقوا اغرقت الدموع في عيني اغرقوا اغرقت الدموع عيني امتلقت الدموع عيني وقال له انا لن انستها الحياة ما فعلت موه معي وسوف نلتقي مرة اخرى يا شيخ راغب وقد تحررت سيناء من نجاسة وقزارة الاعداء بحيبتدي منتصر يخرج من باب الخيمة ولكن مش حقدر يمشي لوحده لان الصحراء ليها طرقها والدنيا ليه فلازم انه يكون بصحب الدليل دليل يعني انسان من اهل البدو بيعرف طرق الصحراء وهم طبعا اضرب طرق الصحراء في هذا التوفيق طبعا بيبقى معرفته من خلال اشكال النجوم بيعرفين الطرق بالاتجاهات دي صار منتصر بصحبة الدليل لغاية ما وصله لنفق سري النفق السري ده اتقابل فيه مع احد الدفضع البشري دفضع بشرية يعني واحد من رجال قوات البحرية اللي حيبقى لابس لبس الدفضع البشرية وده يبقى بدلة لها كده تجهيزات خاصة ومعايا كمان الدفضع البشري ده معايا ملابس بيرتديها منتصر برضو كدفضع بشري علشان يغوصوا تحت اعماق القناة بيسباحوا هما الاتنين لغاية ما يوصلوا للشاطئ الاخر من غير ما حد يستدل عليهم وفعلا بيرتدي منتصر الملابس كدفضع بشري وبيبدأوا الاسنان السباحة لغاية ما يوصلوا للشاطئ الاخر قبل شروق اول دوق للصباح طبعا ده مجهود عليهم وفترة طويلة لكن كل ده بيتعرضوله علشان يتخفوا من الاعداء وصل فعلا منتصر للضفة الاخرى من الشاطئ قبل شروق اول دوق للصباح ومن اللحظة دي اللي وصل فيها للضفة الاخرى ادرك منتصر ان رحلة العودة لسيناء قد بدأت الان بعد ان انتهت معه رحلة العودة الى الايه؟ الى الاهل تمام هتعمل ايه منتصر دلوقتي قالك انا اول حاجة طبعا بعد ما راجع لأهله ولأحبابه قالك انا اول حاجة لازم ادخل مستشف ليه مستشف؟ قالك علشان استعيد اتزاني النفسي المواقف اللي عدت علي والمواقف اللي انا شفتها بعيني اصرت فيها واصرت فيه نفسية جابت وفعلا قد منتصر خمسة اشهر في المستشفى القوات الجوية ليستعيد اتزانه النفسي ويبقى اكتر استعداد للعودة مرة اخرى للخدمة العسكرية وللرجوع الى الكتيبة بتاعته فعلا بيقدر عشر شهور وبيرجع بعد كده للكتيبة بتاعته الخدمة مرة تانية وبيرجع لوحدته القتالية طيب لما رجعت لوحدته القتالية حسيت بتغيير يا منتصر قالك فعلا انا شعرت بان الجميع اصبح اقصر التزاما واقصر جدية في التدريبات كل الناس وكل الجنود وكل الزباط حسن هما بقوا ملتزمين اوي بقوا جدين جدا في تدريباتهم لقيت الطائرات اللي احنا بنستخدمها ادخلوا عليها تحسينات كتير يعني ايه تحسينات يعني امدوها بقوة اكتر من القوة اللي هيكت فيها الطائرات بقت بتزيد من قدرتها الهجومية المنورة من سرعة الالتفاف كل ده لافت انتباهي لجانب اللي لافت انتباهي كمان نبرة استفقها بالايمان اللي الكل بيتحدث بها كلهم بيتكلموا وبيتحدثوا عن حقهم وان احنا لازم نسترد الارض اللي اختصبها مننا المستعمر وان ربنا حينصرنا وان احنا اقوى بنصر الله لنا وكل الكلام ده بيتحفزوا الجميع مستعد وعنده استعداد انه يأكل الصخر بسنانه علشان يرجع الارض العزيزة اللي اختصبت مننا هاي التحسينات اللي شافة على الطائرات دي فعلا هتفيدنا بعدها قالك فعلا التحسينات اللي ادخلت على الطائرات دي كانت بتزيد من قدرتها الهجومية والمنورة وسرعة الاتفاق كل ده من الاساليب اللي بتخلينا نقدر ان احنا نملك او نمتلك نتساعد الجو بسرعة تمام قد ايه كانت التدريبات والتهيئة دي كلها قالك قعدنا وقضينا خمس سنوات كاملة تدريب شق متواصل بس كل يوم كان بيعدي من خمس سنين دي كان كله بيشعر ان روح الانتصار بتملأ وان فعلا احنا نعدنا قدرة ان احنا نستعيد الارض مرة اخرى تمام وانت منتصر قالك انا كمان كنت بشعر ان تقولي يوم ان روح الانتصار بتملأنا واننا سألتقي الشيخ راغب قريبا واخد بطاري وطار وطني وطار صديقي مجاهد وبيخلص معنا الدرس على كده ياولد طيب انا لما ممكن تجلي الاسئلة تجلي الاسئلة في الدرس ده على شكل ايه يجي مسلا سؤال يقولي ما المدة التي قضاها منتصر بين البدو وكيف قضاها فحنقول اقام منتصر بين البدو وعشرة اشهر كاملة يرعى لغنم طول النهار ويبيت في الخيمة ليلا وكان يفكر في العودة الى اهل طيب بما اخبر الشيخ راغب منتصر او كان للشيخ راغب فضل كبير على عودة منتصر بين ذلك او وضعه هنقول فعلا بانه قد تم الترتيب لتهريبه الى الضفة الاخرى من القناة ما شهور منتصر في هذه اللحظة هنقول كان منتصر شديد اللهفة وقال متى سيحدث ذلك يا شيخ راغب طيب متى سيحدث منتصر الى الضفة الاخرى ولماذا تم الترتيب العودة وقت اختفاء الخمر هنقول بعد ثلاثة ايام عندما يختفي القمر والترتيب اللي عودة وقت اختفاء الخمر حتى لا يعصر عليه ويستدل العدو عليه بسهولة في سؤال تاني يقول لي سيف وداع الشيخ راغب لمنتصر وبما نصح الشيخ راغب منتصر هنقول كان ودعه ودعا حررا شديدا وقال الشيخ راغب كم يعز علينا فرقك يا بني وعليك ان تعد نفسك للصقرة لوطنك ولصديقك وانوازك من انكم ستعودون لطرد الاعداء من سينة هل اثرت هذه الكلمات على منتصر وبما وعد الشيخ راغب هنقول نعم اثرت فقد غروركت عينه بالدموع وقال الانسة والحياة ما فعلتموه معي وسوف نلتقي مرة اخرى وقد تحررت سيناء من دنس الاعداء كيف هرب منتصر الى الضفة الاخرى ومتى وصل للضفة الاخرى هنقول انه صار بسحب الدليل حيث وصل الى نفق سري وتقابل مع احد الضفة ده البشرية كانت معهما لبس ليرتديها منتصر قدر ده بشري وبدأ الاسنان السباحة ووصل الى الشاطئ الاخر قبل شروع اول دوء للصباح طيب ماذا ادرك منتصر عندما وصل الى الضفة الاخرى ادرك بان رحلة العودة لسيناء قد بدأت بعد ان انتهت رحلة عودته الى اهله كم شهر انقضاها منتصر في المستشفى ولماذا هنقول قدر خمسة اشهر في المستشفى قوات الجوية وذلك حتى يستعيد اتزانه لنفسي ويصبح اكثر استعدادا للعودة الى الخدمة مرة اول بما شعر منتصر عندما عاد الى وحدة القتالية او كيف وجد منتصر وحدة القتالية هنقول شعر بان الجميع اصبح اكثر التزاما واكثر جدية في التدريبات وجد انه تم ادخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدرتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف كما لفت انتباهه نبرة الصقة والايميل التي يتحدث بها الجميع عن حق طيب ما اصر التحسينات على الطائرات هنقول زادت من قدرتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف كم سنة قد منتصر في التدريبات وبما كان يشعر هنقول قد خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل كان منتصر يشعر في كل يوم منها ان روح الانتصار تملأه وانه سيلقى الشيخ راغب قريبا وسيأخذ ذكره ما اصر التحسينات على الطائرات هنقول زادت من قدرتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف كم سنة قد وها منتصر في التدريبات وبما كان يشعر هنقول قد منتصر خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل كان منتصر كل يوم يشعر ان روح الانتصار تملأه وانه سيلقى الشيخ راغب عن قريب وسوف يكون اخذ بصقره وسقر صديق وسقر وطن كده يا ولادي احنا انتهينا من درس النهاردة شكرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة